السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا فيديو جديد تمنى انكم تكونوا كلكم باخر وعلى خير انتم تشاهدوا هاد الفيديو اليوم البنات ترجعت لكم بروتين جديد وطلبية جديدة وكمون جديدة طلبية دي اليوم خدمتها للقوتي وبغيت نشاركها معاكم كان عندي فيها ميني كيك بالحامض كيجي رائع بزاف وكان عندي فيها هاد البيسكوي هادا احتى هو كيجي زوين بزاف بغيت نشارك معاكم هاد زوج ديال الوصفات باش حتى انتم ما تجربوهم لوليداتكم او تقترحوهم على الكليان ديالكم لي كيجيوا زوينين بزاف انتمنا الفيديو ديال يوم يعجبكم انتمنا باش تعاونوني بلايك وتبرتجي والفيديو مع الاهل والاصدقاء وما تنسوش الى كانت هادى اول زيارة ليكم للقناة اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد من عندي ان شاء الله انني جاء الله باش شوفوا معايا جميع المرحيل باش غادى نخدم هاد زوج ديال الوصفات وتشوفوا معايا حتى التمن باش كنخرجهم غادى اندوس معاكم للمقادير بسم الله على بركّتي الله بالنسبة الله باسم المراحل به منство المقادير ثلاثة ديال البيضةike ويكون اكتشف ؟ ويكون دقيق مغربل وعندي زوج خمارة حمر كل وحدة فيها 8 جرام جبت هنا يا هاد الاناء غادي ندير فيه ثلاثة ديال البيضات غادي نزيد عليها رشيشة ديال الملح غادي نزيد ديال قشرة ديال الحامضة اللي حكيتها وغادي نزيد كاس ديال السكر حوبيباس وغادي نخلط مزيان مزيان على هالطريقة هذي اندخل ذلك البيض مع السكر مزيان مزيان كنخدمو غا بعد تضرب اليدوي كاس خدمو هاد الكيك هادا كيجي رائع بزاف وكيجيكم ناجح وزوين خسكوم غ incompetفاله مزيان مزيان على هالطريقة هذي ضفي هنا يا كيم مشتوا معايا كنخلط الخالد ديالي حتى يرجع اللون ديالو شوية بيض كيف مشتو معايا وكيدخل في اِدك السكر ما كيبقى شيبان كييدوب سوف نزيد كاس الزيت مع بور بالكاس العنبة سوف نخدم الزيت مزيان مع البيض والسكار ندخل معهم الزيت مزيان على هذه الطريقة تضربوا الخالد لكم بشي يجيكم الكيك ناجح وزوين بعد ما دخلت الزيت مع السكار والبيض سوف نزيد كاس العنبة خلطت الماء والحامض وعبرت به كاس العنبة سوف نخدم الخالد على هذه الطريقة مزيان مزيان هذا الكيك يجيزوين بزاف بالمدق الحامض يجيزوين بزاف سوف ندخل العصير الحامض مع المكونات اللي درت في الأول سوف ندخل دقيق بالنسبة للدقيق تكون نوعية مزيانة ويكون دقيق مغربل بالنسبة للدقيق ما استعملتوا نوعية مزيانة دقيق كيجيكم الكيك ولا اي حاجة صوبتوها كيجيكم زوينة كمشتم معايا درت الدقيق ندخلوه مزيان مزيان ندخلوه مع المكونات اللي كنت دايره في الأول حتى ندخل مزيان زيت هنا دفعة الزيت الدقيق اللي كان بقي لي وزيت هنا زوج خمارات حمر كل واحدة فيها 8 جرام وغادي نخلط دك الدقيق مزيان مزيان مع الخمار اللي يضفت لهم وغادي نخدموه مزيان مزيان حتى يدخل دك الدقيق ما يبقاش يبان كاتخدموه الدقيق ديالكم مزيان مزيان باش ما يبقاش محبب طريقة اللي ساهلة كي ماشتوا معايا بالنسبة لدوك زوج كي سان ونص ديال الدقيق اللي ذكرت معاكم جاوني نيشان في هاد الخالط نتع الكيك زوج كي سان ونص ديال الدقيق غادي يجيوكم نيشان في هاد الخالط هذا سفيك ندخل دك الدقيق مزيان مزيان على هاد طريقة هدي بالنسبة هنيا عندي الخالط ديال كيك واجد جبت هنا هاد ليمول ديال الميني كيك دهنتهم بالزيت ورشيتهم بالدقيق بالنسبة لهاد الخالط ديال كيك فاش ما بغيتو تستعملوه تقدرو تستعملوه في هاد في هاد ليمول ديال الميني كيك او المولات ديال ليكيش او تحضرو هاد الكيك بحجم عائلي كي يجيزوين فاش ما مادرتوه كي يجيزوين كي ماشتوا معايا كنهز بهاد المعائلقة اللي كتكون كبيرة كنهز بيها وحدة ونص وكان اخويها هنا في هاد ليمول هادو انا هنا يبغيت الكيك يجيني عالي كنعمرهم كي ماشتوا معايا سافي غاد نبقى مستمر على هاد طريقة هاد كنعمر هاد ليمول هادو غاد نعمرهم كاملين بالنسبة لهادك هاد الخالط ديال الكيك اللي شاركت معاكم ارا عمرلي 12 احباد ديال هاد الميني كيك هاد هو العبار ديالهم جوني نيشان سافي بعد ما انا خويت فيهم ذاك الخالط ديال الكيك عندي هنا كوكا وايفيلي كان مقنزي الهم الوجه ديالهم الكوكا وايفيلي بالنسبة لهاد الكوكا وايفيلي ما حمرتم ماتش حاجه بالنسبة لهنا من غادي نديرو فوق الكيك من دخوله للفران ستحمر فوق وجه الكيك بالنسبة للفران سنكمل هذا الميني كيك و ندخلهم الفران على نار مهيلة الفران خصو يكون شاعل من قبل و ندخلهم الفوق في الفران كتنقصو لهم مزيان على نار مهيلة و كتديرهم الفوق حتى يشدوا راسهم و يتحمرهم على الجناب طلع لهم الحمورة عد يكملوا الطياب ديالهم و يتحمروا بعد ما دخلت ميني كيك للفران سوف نحضر معكم العجينة اللي سوف نصوب بها بسكوي لدي هنا ثلاثة البيضات يكون البيض كبير و يكون بالحرارة المطبخ لدي هنا كاس ديال سكر حبيبات معبور بالكاس ديال العنبة و لدي كاس ديال الزيت معبور بالكاس ديال العنبة لدي هنا الفاني سوف نستعمل رسم علقة لدي خمالة حمراء من فئة ثمانية غرام و عندي دقيق بالنسبة للدقيق تكون نوعية مزيانة و يكون دقيق مغربل شعال مكنت نوعية مزيانة ديال الدقيق اي حاجة خدمتوها كتجيكم زوينا هذه المقادير اللي غادي نحتاج في هاد البيسكوي هادا و عندي واحد القبيسة ديال الملحة كيما اشتو معايا مقادير اللي بساط و ساهلين جبت هنا ايا هاد القصرية غادي ندير فيها ثلاثة ديال البيضات غادي نزيد كاس ديال سكر حبيبات زيت عليها رشيشة ديال الملح و غادي نزيد واحد دراس مالقاء ديال الفاني غادي نخدم البيض مع السكر مزيان كيما اشتو معايا كيما اشتو معايا بالكفة didiالية كان بهم داك السكر مع البيض حتى لتخدمي Gaming داك البيض مزيان و السكر يدوب ما يبقاش يبيع سافي كيما اشتو معايا الطريقة اللي ساهلا اذا باقي البض مافي كام kobati زيت كاز زيت معبوري بالكاز العنبه من صنع زيت achieve سناعمل 가능 الطبيعة جينة بنا comer ونضعم pe指 ن alliance نوعية جيدة ونضح ونضح المص biri اضيفت صورة دفعة رفضية اضيفت الصورة اضيفت صورة لن تجاون هذه العجين الزووة إذا لدي عجين الزووة فهنا مجموعة العجين الزقيد يجري عظيمة العجين الزووة لديه هنا لا ينزل بلاستيكات وكانت تلقيها بذلك هذا كانت تلقيها مزيلا هنا هذا البيسكوي لا يحتاجه لغليد بثاف كتديروه ترقوه بهذا البيسكوي لتلسقوه بما يحبك يجيكم مزوين هنا بعد ما طلقت العجينة ديالي ما ارققتها ما خليته غليده بثاف عندي هنا هذا المرشم الذي يكون مدور وفيه دوك سنينات بالنسبة لي كنتو ما اي مرشم كان متوفر عندكم بغيتو تخدمو به تقدروا تخدمو به اي مرشم راكي يجيزوين هنا يا حيدك البقية ديال العجين اللي كتكون هنا كي مشتو معايا كان هز الحلوة ديالي كان حطها في اللاطا اللي غادي ندخلها للفران بالنسبة اللاطا دهنتها بالزيت كان حط فيها الحلوة كي مشتو معايا هاد الحلوة ما ارققتهاش بزاف وما خليتهاش غليده بزاف كتديرو عجينة اللي كتكون مقادة هذين بقى ننهز الحلوة دية لنحطها في اللاطا كي ما اذكرت معاكم طريقة اللي ساهلة بالنسبة لهذا الحلوة هذي راها ساهلة وضغية ضغية كتتساليوها ما كتشدش الوقت بزاف بالنسبة لها الطالبية هذي راني حضرتها في زوج ديال السويع كانت عندي وجدة هذين بقى مستمر على هالطريقة هذي حتي نسالي هذي البيسكوي هذا نديروه هنيا ايه في اللاطا بالنسبة هنها ايام باعت ما ساليت هذي الحلوة هذي درتها هنا في اللاطا كندخلها للفران على نار مهيلة بالنسبة للفران عاد عندي شاعل عاد ندخل لطا ديالي الفوق في الفران على نار مهيلة حتى تحمر الفوق في الفران ونهودها لتحت تكمل الطياب ديالها بالنسبة لهذا الميني كيك مبعد ما طيبتهم كيجيوا على هاد الشكل هادا كي ماشتوا معايا كيجيوا محمرين وكيجيوا زوينين وطالعين ومنفوخين كيجيوا زوينين بزاف وحتى ذاك كوكو ايفيلين اللي درت لهم في الوجه ديالهم حكاية تحمر وكيجيهم اللون زوين متمنى حتى انتم ما تجربوهم ويعجبوكم مرهم كيجيوا زوينين طوبهم الوليداتكم او الليكليان ديالكم او الضيوف ديالكم كيجيوا رائع بزاف كيحمروا الوجه هنايا بعد ما قلعتهم ذوك القواليب اللي اطابوا فيهم عندي هنايا شكلة دوبتو ودرتو هنايا في هاد البلاستيكة هادا وكان مقاندير هاد الخطوط بفوق هاد ميني كيك على هاد طريقة هادي كيما شتو معايا تزيين بسيط وكيجي زوين بالنسبة لكم انتم ما اي حاجة بتو تزينو بها تقدرو تزينو بها الختيار كيبقى لكم هنايا بعد ما طيبة الحلوة او البيسكوي كيجي على هاد شكل هادا كيما شتو معايا كيجي محمر وكيجي زوين ما كتتحمروش حتى يفوت له القياس غي كتدهبوه باش يجيكم زوين كيما شتو معايا بالنسبة لزيين عندي هنايا الكمفيتير ديال المشماش وعندي الكوك بيه غادي نزيين هاد البيسكوي هذا كيما شتو معايا كنهز البيسكوي كنهز الوجيه ديالو بالكمفيتير ديال المشماش وكنديرو هنايا في الكوك كيما شتو معايا تزين بسيط وكيجي زوين بزاف هاد البيسكوي هادا بلوغو ديال الكمفيتير كيما شتو معايا كيما شتو معايا كيما شتو معايا كنهز الكمفيتير كنديرو في الوسط ديال هاد البيسكوي هادا وكندير حبا فوق حبا وكنلصقها مزيان باش تلصقليها مزيان كيما شتو معايا كنهز الحلوة كنديرو هاد الوجيه ديالها بالكمفيتير مزيان مزيان وكنديرها هنايا في الكوك طريقة اللي ساهلة وواضحة طريقة وكتجي زوين هاد طريقة هاد البيسكوي هادا غادي يعجبكم بزاف كنديرو هنايا في الكوك وكنهز كندير في واحد شوية ديال الكمفيتير في الوسط وكنلصق حبا ما احبا كيجيو زوينين بزاف لا في شكل ولا في الماداق صفي غادي مقام مستمر على هاد طريقة هادي حتى نساليقا هاد البيسكوي اللي عندي وغادي نرجع معاكم بعد مسالية هاد الوصفات بجوج اللي شاركت معاكم درتهم هنا يا فلي بواط كيجيو على هاد الشكل هادا كيجيو رائعين بزاف لا في شكل ولا في الماداق صدقوني إلا جربتهم غادي يعجبكم بزاف رهم كيجيو زوينين بزاف هاد الميني كيك خدمتهم بالحامض بالدق ديال الحامض كيجيو ببنان وكيجي فيهم لوغو ديال الحامض خرجتهم بثلاثة دراهم للحبة بالنسبة لهاد البيسكوي هادا خرجتو بزوج دراهم للحبة نتمنى الفيديو ديال يوم يعجبكم ونتمنى تجربوهم ونتمنى باش تعاونوني بلايك وتبارتجي والفيديو مع الأهل الأصدقاء وبسلام عليكم إلى فيديو جديد إن شاء الله